السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على موضوع جديد اسمه التسدي عند الاطفال. هنتكلم في الموضوع ده عن التسدي عند الاطفال وكبر حجم التسدي قبل البلوغ. هنتكلم كمان على التسدي العابر عند الطفل حديث الولادة. وهنتكلم على التسدي المعزول عند البنات الصغيرات. كلمة بتعني بدء كبر حجم السدي. وعند الاطفال اللي في تلات حالات هم من التسدي المبكر عند الطفل. حديث الولادة. وعند البنات الصغيرات بعد مرحلة حديث الولادة وخاصة في اول سنتين من العمر. انا الدكتور حازم رجب استشاري تب الاطفال تابعوني. اول حاجة التسدي العابر عند الطفل حديثي الولادة. في التسدي ده بيحدث تحجر في السدي بعد الولادة بايام. وبيحصل في الذكور والاناس على حد سواء. بحيث يحدث التضخم ده في السديين بعمر ايام. وده عادة بيحصل بسبب تأثير هرمون الاستروجين. الاستروجين ده وصل الى الطفل خلال الحمل عن طريق المشيمة من امه. ممكن يجي معايا خروج مادة رائقة كده من السدي. اللي بنسميه حليب السحرة. والنوع ده من التسدي لا يحتاج للعلاج وبيروح لوحده خلال اسبوعين. ولا يجوز تعصير السدي مطلقة. لان التعصير ممكن يسبب الالتهابات وحدوث الخراج الموضعي في السدي. وفي الحالة دي قد يحتاج الطفل للمعالجة بالمضادات الحيوية ازا كانت اه شراب او ازا كانت كريمات موضعية ممكن اضطر نفتح جراحي للخراج. تاني نوع اللي هو التسدي المعزول عند البنات الصغيرات. ويسمى البلوغة المبكر الجزئي. وهي عبارة عن حالة صحية عابرة من التضخم المعزول في السديين عند البنات. الصغيرات دون ان تصاحبه علامات بلوغ كاملة. ايه هي? اسباب التسدي المعزول عند البنات الصغيرات. سبب الحالة دي غير معروف غالبا. او ممكن يكون بسبب تعرض الطفل لجرعات خارجية من هرمون الاستروجين في بعض الحالات. من النادر ان تكون ان تكون دي علامة اولية للبلوغ المبكر الحقيقي عند البنات. ما هو مستقبل الطفلة المصابة بالتسدي المعزول ده? اكتر ما تحدث هذه الحالة جماعة خلال اول سنتين من عمر الطفل. ولو حصلت الظاهرة دي بعد عمر ثلاث سنوات فكده لا تدخل تحت مسمى التسدي المعزول. وفي بعض الحالات ممكن يحبس التسدي او تدخم السديين مبكرا عند الولادة. وبيستمر بعد ذلك لاشهر طويلة استمرار لحالة التسدي عند حديث الولادة. وقد يكون التدخم في احد السديين او الاتنين معنا. وقد يتغير حجم السديين من وقت لاخر. اما بقى سرعة نمو الطفلة. فبيكون طبيعي وعادي جدا. وممكن يحصل تقدم بسيط في العمر العظمي. ولا يلاحظ اي علامات لزيادة هرمون الاستروجين في الجسم على وتأثيره على الاعضاء التناسلية الظاهرية. واكتر الحالات بتكون فردية ومعزولة. وحالات ندرة جدا بتكون عائلية. يعني بنشوفها في كل طفل من اطفال الاسرة او العائلة الوحدة. قد يتراجع تدخم السديين بعد عمر السنتين. لكن اكثر الحالات بتستمر حتى عمر تلات لخمس سنين. وبيحدث البلو والطمس عند هؤلاء البنات في العمر الطبيعي وبتكون قدرتهم او قدرتهن على الانجاب بتبقى طبيعية. هل هناك ضرورة للفحوصات والتحاليل وعمل الاشعات في الحالة دي? قد يلجأ الطبيب لطلب بعض الفحوصات والاشعة لاستبعاد حدوث بلوغ مبكر حقيقي. وبتظهر التحاليل مستويات هرمون الاسترادايول وهرمون ال ال اتش اقل من الحد الطبيعي. بينما بتكون قيم او مستويات ال اف اس اتش واستجابتها للتحريط بواسطة الهرمون جي ان ار اتش هي اكتر من الطبيعي بمستويات عليا. على عكس البلوغ المبكر الكامل بحيس بفيه بترتفع مستويات ال ال اتش بشكل واضح. ولو عملنا تصوير للحوض باشعة الموجات الفوق صوتية اللي بنسميها الصنار لهؤلاء الفتيات هنلاقي وجود مبايد بحجم طبيعي وممكن نشاهد بعض تكيوسات اه المبايد تكيوسات المبايد الصغيرة وفي حالات قليلة قد ترافق الحالة بعض علامات زيادة الاستروجين زي تصارع النمو وتقدم العمر العظمي من خلال طلب صورة للعمر العظمي على اليد اليسرى وهنا اه الحالة اه بتسمى بتضخم الساديين المبكر اللانمطي او المبالغ فيه وفي الحالة دي ممكن نشوف زيادة في حجم الرحم وزيادة في حجم المبيض وهي حالة سليمة برضو وبتتراجع عفويا ولا تعتبر نوع من البلوغ المبكر الحقيقي وبيبقى سببها غير معروف ياريت لو عجبت الفيديو ما تنساش تعمل لنا شير شكرا موسيقى